ربك الماء يستحي ليش ما ترك يعني أمر نبيه يترك ذكر يعلمكم يعني ليش حطكم بيد امرأة وخطيئة على أي لحظة تصير حامل ممكن تجني بتوح تختسل يعني ليش ما حطكم بيد الرجول ويعلمكم الدين والهذا علق الرجال للرجال والنساء للنساء يعني مثل الحمامات العمومية يعني أنتم ما صالتوا حتى الحمامات العمومية ما مثلكم والله والله العظيم يحطون حمام السلام عليكم وعليكم السلام يقول تعالى وذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة هذه الآية تدل أن نساء النبي مأمورات أن يبين الأحكام الصرعية المتعلقة بما يحصل في بيوتهن وعكذا يعني يعني ما في مشكلة أنهن يتكلمنا في هذه الأشياء لأنهن مأمورات هو أخي كريم يعني هو نبيك ما ترك لكم ذكر عند عضو ذكر يعلمكم كيف تطبب عضوك الذكري وين توديك في تغسله ليش ترك لك عضو أنثوي يعني ما قدر قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكم في بيوتكم ناصي مصيب رجعت على ربك ها 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 أعذرني 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 فأصعد لأ نطيني مجال أعيد السؤال أعيد السؤال أعيد السؤال أخي كريم ربك الما يستحي ليش ما ترك يعني أمر نبيه يترك ذكر يعلمكم يعني ليش حطكم بيد امرأة وخطيئة على أي لحظة تصير حامل ممكن تجني بتوح تختسل يعني ليش ما يحطكم بيد الرجول ويعلمكم الدين ولهذا علق الرجال للرجال والنساء للنساء يعني مثل الحمامات العمومية يعني أنتم ما صار أنتم حتى حمامات عمومية مهم مثلكم والله والله العظيم يحطون عنهم لكن هذه الأحكام متعلقة بالزوجين يعني ما يصير رجل يحكي فيها يعني النساء النبي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تعالى إن الله لا يستحي من الحق أي أنه يلزم كل من شهل شيئا من دينه أن يسأل عنه العمومية والله والله حتى الحمامات هذه العمومية هم يحطون يحطون صورة بها رجل ويحطون صورة بها إمرأة يعني حتى هم مثل الحمامات العمومية كلها طلبة مع عائشة زلم ونسوانات شيء مو طبيعي ويسأل لدي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مو طبيعي ويقول اسمح ليسمح لجابك اسمح لجابك تمام 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 هي من مأمورة شوف أنا الآن ما رح أناقشك بالجواب رح أطير وياك لما تفضلت به ما رح أجيبك على الرواية جيد بس أنت تعرف روايتنا اللي هي عائشة تتكلم عن البوس هي من مأمورة أن تبلغ آيات الله والحكمة صح؟ صح نعم طيب ليش ضربت بقيد أن لا تخضع بالقول الله تعالى يقول إن الله لا يستحي من الحق يعني أنه يلزم كل من جهد شيئا من دينه أن يسأل عنه العالمين به وهي من العالمين باعته الأمور طيب مو مشكلة أما مسألة الخضوع بالقول فهي يعني تكلم المرأة مع الرجل يعني لا تولين صوتها وهكذا أما مسألة ما يكره الخضوع بالقول كما قال إمامك الطبري هو ما يكره من قول المرأة للرجل وأنت تعلم أن الأفعال التي فعلتها عائشة لا تقبل بها على زوجتك أو أختك لا لا بتفاسير الشيعة كذلك ما عليك بتفاسير الشيعة هاي ثاني واحد يطفر ما يصر ما عليك بتفاسير الشيعة ما عليك الشيعة ناس كفار لا تدخلهم بالنقاش عيض زين تسمعني ما أسمع أي ما تدخل الشيعة بعدين إليك حق تسأل السؤال سألني عن الشيعة أجاوبك فلان إن الله لا يستحي من الحق آها لا يستحي من الحق ليش قيدها أن لا تخضع بالقول أنا أقول لك أن أخضع بالقول يعني لا تتكلم بطريقة ملائقة منعوة للوالدين قبل قليل جاوبتك حتى تنسيني يعني أنت حتى تنسيني تراوغني ما قلت لك أن الإمامك الطبري قال هو ما يكره من قول المرأة للرجل أنتو غير مغولة لدينا النقاش نفسه الآن نفسه نفسه يعني سؤال جواب سؤال جواب عدتك أنت بس دخلت الكتب الشيعية وعدتك حتى شنو على الأساس أنا أنسي الطبري يقول فلا ترين بالقول للرجال فيما يبتغي نعم نعم ثم قال نعم ثم قال هو ما يكره من قول المرأة للرجل لأن الخضوع بالقول هو عنوان يدخل تحته أشياء كثيرة التليين التغنج الكلام القبيح الكلام الجنسي أحسن ما يدخل في قلوب المؤمن أحسن فمن هي مأمورة تبلغ كيف تجامعون نساءكم ليش الله يقيدها أن لا تخضع بالقول وكيف نعرف خضع وقال بعدها وقلنا قول المعروفة يعني تقول قول معروفة جيد جيد شكرا لك على هاي الجملة جيد حينما قالت عائشة لرجولان أن النبي كان يقبلها يبوسها ويباشرها وكان يملك ذكره وشهوته هل هذا قول معروفة أم غير معروفة؟ قول معروفة جيد هل تقبل هذا القول المعروف يحدث مع أختك؟ أنا أقول لك أن عزوجة النبي يعني هي مأمورة بيحدث قول معروف قول معروف قول معروف ينتشر نعم أي قنبلة الشطارية تنتشر فتقبل هذا القول المعروف يوصل من أختك؟ أنا أقول لك أن زوجة النبي هي مأمورة ما Archive كورو معروف ما جاء إفتماد عوف عائشة عوف عائشة آف عائشة كورو معروف كورو معروف معناها عمل معروف دمعه الاقتداء بالقول المعروف هذا ما هو عبيل الشرعي فالحكم الشرعي القول المعرووف يوصل فيوصل لأختك فإنت لا تمنع أختك من قول المعروف صح؟ لأن هذا القول مبيّن سابقا من طرف أم المؤمنين التي مأمورة من طاقة الله بأن تضين هذا الحكم الشرعي فأنت تمنع أختك من قول المعروف بعنوان أن القول مبين سابقاً من عائشة طيب يا عاجبة تطبق القول المعروف ما الذي يمنعها هل هناك دليل شرعي يمنعها هي مثلاً لساء إذا كانتنا إمرأة عالمة فيجوز لها أن تحكي الأحكام الشرعية بين النساء جيد فأختك الكريمة إمرأة عالمة بالبوس والجماعة بما أنها أرملة فعادي يروحون عندها أصدقائك تتكلموا يهم كيف كان زوجها يجامحها قول المعروف لحظة صمت تعالوا روح الغلامة لايفاء والله عيب والله العظيم عيب عيب من الغرب عيب من الصين عيب من روسيا والله والله عيب في هذه الأشياء هذه أحكام شرعية متعلقة بما هو عيب ولكم عيب عيب ما تقبلونها عيب أمكم عائشة سوت حرام تتدل كثير من الأشياء في آتي المسائل يعني أمكم عائشة سوت حرام من الأخير من الأخير أمكم عائشة كانت يسوي هرام هرام وإذا جاءت مثلاً عمراء الشيائية تسأل عن أحيان الآن عوفة الآن عود لتدخل الشيعة بعدين دخل بعدين إليك حق تسأل بعدين بعدين اسألني وجاوبك والله حانيا الميصر النقاش في كتب السنة جيد أمكم عائشة سوت حرام كانت يسوي حرام أنتم تحاولون تغطون حرامها أنه اسمه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بينما تشيل القطعة تكتب مكتوب عليها دعارة عائشة 24 ساعة مفتوحين مع كافة الخدمات والتدليق والمساج وكافة هذا والفوط النظيفة والمية مية تطلع مية مية مرتاح متونس بس ترجع حاطين قطعة اسمه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل وصلاة القمعة الثلاثة والأربعة شلون ما تعرفيه بعد الصيام أمكم عائشة كانت يسوي حرام كانت يسوي حرام بأي حجة بحجة تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له تعالى شوفك النبي شلون كان يناموا إياه شلون كان يجامعني شلون الحركات اللي كان يسوي ليها شلون كان يمديدة عليه شلون كان يمصل ساني كلام عائشة كان يمصل ساني بعد دخلة بالله هذا هي والله العظيم هي فكل شي كانت يسوي بحجة شنو بحجة تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم يا درجال يا درجال بينما هي بالحقيقة بيد دعارة ما تقبلون على عراضكم ما تقبلون على نسائكم ما تقبلون على خواتكم ما تقبلون على أمهاتكم رب ربكم احترقوا إياي رب ربكم احترقوا إياي ما عارفين إيش يسوون شلون أفعال عائشة ما قادرين نقتدي بها شلون الشيعة يبحثون عن أفعال فاطمة أين أفعال فاطمة اللي نقتدي بها أين أفعال السيدة زينب اللي نقتدي بها أين أفعال أمهات المعصومين اللي نقتدي بهم إلا أنتم مستعارين من عندهم وبس تدخلون بنقاش تبين عندكم الفضائح أكثر أنكم في الواقع في الواقع تدافعون عن عائشة لكن في النقاش لا يتبين أن هي امرأة ساقطة وتجالسة تسوي حرام وهي مأمورة أن لا تخضع بالقول لذلك حاول تراجع حاول تراجع نفسك جيد ممكن أرد ذلك لا 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 نستأتفضل تقول أن تمص لسانها أين جئت بهذه الشيء ما يصح هذه الزيادة ويمص لسانها يقول ابن القيم رحمه الله لا تصح هذه الزيادة في مصر لأنها من خديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يفتج بهم تعرف ليش الصح لا تصح لا تعرف أتعلم لماذا أورد العلم الألباني اسمعني أتعلم لماذا تصح لماذا تقول لي ليش قالي أن كانت مأمورة أنا قلت لا تصح أقول لك لا تصح يعني لا تحتاج بها كانت مأمورة لماذا مص اللسان ما يصير لماذا كانت مأمورة يعني وصلت المص اللسان والناس أجنبها الناس أجنبها وخلصها ورحوا يخصصها وصلت جنابة بيتها مص اللسان شوية قمت وضعفوها ما مأمورة تحت عنوان مأمورة سؤال أسألك سؤال سنة أسألك سؤال أسألك سؤال رح أطلع التوحيد نعم نعم طيب لو فرضا جيد لو فرضا رواية مص اللسان رواية صحيحة هل فيها شيء ولا مأمورة ما بيها شيء إذا كانت صحيحة أي هي ليست صحيحة جاوبني ليس مشكلة ليس مشكلة هناك أقوال لعلماءك أيضا يقولون هي صحيحة لكن جاوبني على فرضيتي جاوبني لو صحيحة تدخل في عنوان أنها مأمورة ما بيها شيء نعم لو كانت صحيحة تدخل في هذا العنوان ولكنها ليست صحيحة أقوال لأنها تدخل في بطاق خلاص خلاص شكرا والله العظيم هل تقولها بهذه الطريقة بس أحاول أخففها دقيقة أخففها دقيقة أي أوادة موجودة العائشة بعنوان كانت مأمورة أي أوادة وين تشوف أوادة 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 جالسة تأود تأود ببيتها مأمورة بس يا با هذا الرجال مجنب مأمورة يا با ذول الجالسين يتكلمون يناها كلام جنسي مأمورة يا با مأمورة وبينات مشترع يعني أحسن يا با سالم سبلال رجال كبير نازع ملابسها ومطلع شعارها وريولها تعلم الوضوع مأمورة يا با كانت تجلس بين يديه مأمورة لا نزل رجل نزل رجل بعائشة أجنب مأمورة يا با عيمن مخزومي طب عليها لابس ملابس إغراء مأمورة لك هاي مأمورة تأود والله لك والله هناك رواية تقول نزل رجل بيعي والله العظيم بس من بالله هذه مأمورة تأود من الأخير هذا مو دين هذا المشكلة تعرفوا أنتم لو تقبلون أفعال عائشة على أخواتكم كان أحرشتموني كان أحاول أفكر شلون أنتصر عليكم لكن أنتم جالسين تنطوني مأخذ على عائشة أنكم لا تقبلونها على نسائكم المأمورة فلذلك أنتم جالسين الساعدوني عموما حتى ما أظلمك عندك سؤال أنت تقارن يعني أخوات الناس يعني نحن ناس عاديين بزوجات النبي المأمورات من طرف الله أن يبلغنا هذه الأشياء يصير لا لا يصير لا يصير لأن المقارنة مقارنة اقتداء وليست مقارنة مرتبة ولكن الله من أمرهم بعض هذا الشيء نعم ويجوز نعم ويجوز نعم ويجوز للنساء ويجوز ويجوز للنساء السنيات أن يقتدين بأفعال عائشة لا يوجد مانع شرعي نعم ولكن في مجارس تخص النساء ولكن فيما يخص النساء النبي الله أمره النبي أن يخص فأنت تقول عائشة مأمورة تتكلم مع الرجال والنساء بس بقية النساء فقط مع النساء نعم هذا مسأل التبليغ يعني تبليغ الأحكام الشرعية فأنت الآن قلت قبل قليل قلت النساء فقط مع النساء صح؟ إن الله نفسحي من الحق فالنساء فقط مع النساء خال شكرا لك عشتيدك مية مية شكرا لك يا أهلا بك يا أهلا وسهلا آخر شيء جالسي يعني يكمل دفاعها طقها بفضيحة فهنية كبس نفسه قبل ما يروح خطيئة خافي يعني شوية أنا قصرت ويا أجوز رأي ينطينا وحده يعني هو يعني هدية يتفضل علينا كرة ما يقول نساءنا فقط مع النساء بس عائشة مع الرجال الله أماره